السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في مطبخ شوات شرق فاسية كنا نرحب بكم فادلي كيك زوينين مع هذا الفيديو الرائع كنتمنى لكم انكم يعجبكم هذا الفيديو ويتجربوا هالكيكات وتخليولي اللي لايك وتخليولي تعاليق زويني بحالكم للايختكم والله يسهل لكم كاملين كل ما واحد تخل تفرج في هذا الفيديو ودعلي لايك ودعر شي تعاليق زوين الله يحفظوا وين جي كنتمنى لكم الصحة والسلامة دائما يا ربي والعافية وعباشركم بروكة خليكم مع هذا الفيديو تالاخر لحظة ان شاء الله وتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير اللي هما سهلين بزاف اي واحد يمكنوا يديرهم وسهلين بزاف بزاف مقاديرهم خفاف وما فيهمش تكلف كيما كتعرفوني دائما كنقلب لكم على الحوية جزوينة وسهلة باش نجيب عليكم خليكم مع المقادير وطريقة التحضير كيما كتشوفو اول حاجة كينا غير بيضة واحدة ما عدناش جوج بيضات غير بيضة واحدة وعدنا هنا ربعات المعالقات دي سانيدة اللي ما كيش مسهل من هادلي كيك هادا ربعات المعالقات دي السكار وزدنا عليهم ربعات دي المعالقات الزيت اللي هو غالي بزاف من طبيعة الحال يعني خصنا مقاوا نقلب ولا شي حاجة اللي ينطيبوا بلا الزيت باش اننا نقدروا نعيشو في هاد الارض السعيدة المهم البنات كيما كتشوفو اه درت واحد شوية دناطا المهم الا عندكم حامض حكو عندكم حامض عصره ليمون اللي كان باش نسموك الواحد تنسم بالطريقة اللي كاتعجبوك المهم انا كتعجبني بزاف اللي كانوا عندي هاد هاد المداقات كندير منهم شوية مكاش كنحك غير قشيرات الحامض اللي كاتعجبني وكاتجني مكاش مكاش محسن منها مهم كما تشوفو قبسات الملحة غنضرب هاد شي مزيان 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 مقادير ما عنديش شي حاجة كتير شي حاجة مفاجئة نصف كاس دي الماء اللي كي خليدك الكيكا كتجي هاك مفوها وزبينة وما فيهاش هكا اه زمان ما فيهاش هكاش حاجة اللي 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 تقيلة بزاف يعني مقادير يعني سهلينه اي واحد يمكن له يديرهم وعندي هنا واحد مالقة صغيرة دي الخل داروري كالذك الخل البنت كي ساعد على انها الكيكا كتفوه وكتجي هاك مجعبة عندي سنس كاس ديال الطحين فورس خاص بالحلوة وعندي هنا كاس يعني كاس هو نص اللي كندخل في هذا المقادير ديال البيضاء وبعد معلقة ديال الزيت ونص كاس ديال الماء كندير هنا اي خمارة واحدة حمراء والتفاح عندي واحدة كبيرة اه ولا هاكا يلا كنت غنضوب المقادير ندير تلجوج تفاحات يعني شي حاجة اللي سهلة ويمكن لكم التفاح تعوضوه باي فاكهة كتعجبكم مثلا انا جربت الشهدية اللي كتجي رائع اعراء اعراء اعو الحماق اللي كتجي فليكيك وجربت الخوخ وجربت المشماش وجربت النقاص يعني مهم فاكهة كله يمكن لكم وجربت الفريز كله واحدة سبحان الله كله ماداق كله فاكهة كتعطيك ماداق فشكل يعني سبحان الله يعني كتبقى عجينة واحدة ولكن مني كتبتلي الفاكهة اللي كتديلي فلوجاه كتبتلي تلوغو كتبتل سبحان الله تلوغو وطماتيك موتي تبتل تلوغو ديال العجينة ديال هادا كدمادق كيجي زوين مهم كيف ما كتشوفو يعني مش شي حاجة مكلفة كيف ما عودتكم دائما كنحاول ندير الحاجة السهلة اللي يقدر عليها اي واحد يعني تباك الله كين قنوات اللي كيحطو اذك شي غالي وطب ورائع يعني وكي ما كنقولو القناة ديال الدراوش يعني كتبقى قليل اقلالين كي ما كتشوفو كنديل معلقة ونص هنا يا ديال العمارة في كل مول اللي دهنتهم طبيعة الحال بزويتها ورشيتهم بالدقيق وكنبقى نعمار فيهم القياس ديالهم كنديل لهم غير النص ديال العجينة ديال المول وكنكملهم هاكا وكنستفيهم ديال التفاح وحتى الطياب بزفرة ما كيحتاجوش في الفرران طياب بزفحة البقي كيك كبير واسميتوا البنات عودتاني حاجة اخرى إلا بغيتوا تطيبهم وتحطوهم في الكونجيلاتور في واحد البوطة غير سدوا عليهم مزيان وحطوهم في الكونجيلاتور كيجوكم الضياف كتجبدوهم قبل ما تعمروا قاتي ولا تديروا قهيوة كتجبدو ذلك طباسي وتحطوه يستارح واحد اربع ساعات اول اتساعة بما وجهته قوتي ولا هاكا فطور ولا كيكون عندكم الكيك واجد وإلا بغيتوا تحيي دقع منهم ذلك البرودة كتدخلهم الفرران واحد شوية سخون وتعود تطفو عليهم وتصافي ولا يميكرون صافي كيولي وبحل يلا خرجتهم جداد من الفرران يمكن لكم في هذا الوقيت هادي ديدوا شوية ديال حبيبات شكولات ديال الكوكيز تكون هاكا ترشوها من فوق التفاح من الجناب ويمكن لكم تكتافي وغير بها الطريقة باش انا درتهم كيما كتشوفوا راني انا مصورة هم تلفتت المغرب صافيرها قال لي يا عقلي بغيتهم لصباح الفطور ونط تدرتهم وجدتهم بالليل ولحت عليهم سلوفا وخليتهم حتى للصباح وحطيتهم ليهم في الفطور وجوهم زوينين كل وحي حتي زوحيدة مع كويسة القهوة تيجي هم ساهلين كيما شفتوا معايا انا كملت بقي المول الاخرين ودرتهم التفاح كاملين ودخلتهم الفران انا درت الفران عادي سخونية ديال لي كيكاكا وبر هذا درتهم عاد شعلت عليهم كيما كتشوفوا صافي دخلتهم الفران طابو ودهنتهم بشوية ديال ناباج وهذا وشك النهائي ديالهم كيفما كتشوفوا كنتمنى الفيديونا الاعجاب ديالكم وكنتمنىكم تشجعوني باللي لايك ديالكم كنتمنىكم ما تبخلوش عليا بواحد جيم وبواحد التعليق جيم كنقول لكم والله اعطاكم ساحتكم والله اختيكم الى فيديو قادم باذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة